مرحبا بكم على قناتنا الأخبارية الحيات لا في كيف ما تعودتوا في كل يوم عنا أخبار وأحداث جديدة ومتنوها اليوم باش نحكيه وعلى اعتداء جميلة لكسيكسي على عابير موسي في الجلسة العامة والأخيرة عابير موسي تصفها بالميليشيات حيث قامت النائبة عن حركة النهضة جميلة لكسيكسي اليوم بالاعتداء بالعنف على رئيس قتلة الدستوري الحر عابير موسي وهذا شاهدناها في اللايف اللي تعادي فيها عابير موسي دي رايكت وحبت تتفق لها تليفون وضربتها وحتى تليفون نطفيه وعودت حلته من لول وجديد الجمعة خلال اجتماع مكتب البرلمان ووصفت موسى الكسيكسي ومن يحيطون بها بالغنوشي بالميليشيات دخل البرلمان وكانت عابير موسي قد أكدت خلال مداخلة لها بالجلسة العامة أمسة أن رئيس البرلمان هرب من اجتماع المكتب خوف من تعيين جلسة عامة لإدانة العنف ضد المرأة ولتصنيف الأخوان المسلمين تنظيما إرهابيا ويشار لأنها ليست المرة الأولى التي تتعرض لها عابير موسي للعنف سواء داخل مكتب المجلس أو في أروقة البرلمان ويذك عليش هما ما حبوش يصحوا على لائحة العنف ضد المرأة لأنهم يعرفوا روحهم بش يعنفوها ما تنسي واش لايك واشتراك وتفعيل الجرس وبي باي